السلام عليكم ازيكم وعملين ايه يا رب الجميع يكون بخير نكمل مع بعض المراجعة اللي بدأناها مراجعة جرامر الترم التاني للصف الثالث الاعدادي معانا دلوقتي مراجعة على الجرامر بتاعي يونت ناين في اليونت ناين هنا عندنا قاعدتين مهمين جدا قاعدة used to يعني اعتادا وقاعدة if الحالة الشرطية التانية طيب ازي ما احنا متعودين مراجعة الجرامر بتبقى عبارة عن اسئلة وبنحاول نحلها مع بعض بيقول لي هنا في اول سؤال هالا used to نقط road a bike but now she doesn't طيب زي ما احنا شايفين هنا القاعدة جيه اللي هي قاعدة used to والمفروض انت او ما بتبص على الجملة او السؤال بقى على حسب في الاسئلة دي بتبقى عارف خلاص هو هنا بيتكلم على انهي قاعدة فاول ما تشوف القاعدة زي ما احنا شايفين هنا used to تبقى عارف المفروض انت هتعمل ايه طيب قاعدة used to دي عبارة عن ايه بيقول لي احنا بنستخدم الصيغة اللي هي used to وبعد كده infinitive الفعل في المصدر للتعبير عن عادة كانت بتحصل في الماضي وغالبا دلوقتي مش بتحصل تمام طيب الصيغة عبارة عن ايه used to وبعد كده infinitive used to وبعد كده الفعل في الايه في الانفينتف الفعل في المصدر يبقى الحل عبارة عن هالا used to هنا road ده الماضي بتاع الفعل ride يعني سوء او يركب يبقى ride a bike يعني سوء الدراجة but now she doesn't ولكن هي دلوقتي doesn't يعني لا يعني لا تفعل الموضوع ده مش بتركب عجل دلوقتي طيب ماشي ده نخش على الجملة اللي بعدها بيقول لي عبدالله didn't use نقط وهنا play in the street when he was young when he was young يعني عندما هو كان صغير بيقول لي خد بالك الصيغة اللي هي used to infinitive اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي اعتادة هي في زمن الماضي البسيط لاننا بقول اعتادة كان متعود يعمل حاجة في الماضي هي في صيغة الماضي البسيط العادة اللي في الماضي بنستخدم معها زمن الماضي البسيط تاني الحاجة اللي بتكلم ان انا كنت متعود اعملها في الماضي دي بستخدم معها الماضي البسيط يبقى اللي هي use to دي في الماضي البسيط وعشان كده النفي بقى بتاعها النفي بتاع الصيغة دي بنستخدم معها didn't لان احنا عارفين النفي بتاع الماضي البسيط بيبقى didn't وبعد كده الفعل في المصدر يبقى الصيغة في حالة النفي جهة تبقى عبارة عن didn't we use to ايه ده مصر هي مش كانت use to ايوة هي كانت use to بس لما استخدم didn't didn't دايما يجي بعدها الفعل في المصدر يعني اقول didn't use to زي مثلا ما اقول ايه عايزة اقول انا لم اشاهد الفيلم امبارح اقول i didn't watch it ولا i didn't watch لا بقول i didn't watch the film yesterday يعني انا لم اشاهد الفيلم امبارح يبقى بعد didn't بحط infinitive الفعل في المصدر طب ايه المصدر بتاع used هشيل منها الجهة هتبقى use يبقى didn't use to وبرده بعد كده الفعل الاساسي بقى احطه برضه في الايه infinitive في المصدر طيب اه وهنا بيقول لي اخد بالك اهو بعد didn't بنحط use مش used ما تطلق بطش يبقى الحل هيبقى ايه عبد الله didn't use وزي ما قلنا الصيغة use to المصدر to المصدر يبقى هنا play هو كده كده في المصدر احط قبليه to يبقى to play وبعد كده in the street في الشارع when he was young معنى الجملة هو لم يعتاد ان يلعب في الشارع عندما كان صغيرة قل بالك انا use to يبستخدمها مع حاجة انت كنت متعود تعملها او حاجة ما كنتش متعود تعملها برضو عادي تمام يبقى لو حاجة كنت متعود تعملها فهتقول use to لو حاجة ما كنتش متعود تعملها ما كنتش بتعملها بس دلوقتي بتعملها هتقول didn't use to حاجة ما كنتش بتعملها بس دلوقتي بتعملها او لا مش بالضرورة يعني يعني عادي ممكن ما تبقاش بتعملها دلوقتي لان انا بستخدم ايه غالبا غالبا كنت بعملها والوقتي مش بعملها او غالبا ما كنتش بعملها بس دلوقتي بعمل عادي ممكن ما تبقاش بتعملها دلوقتي تمام طيب تعالوا ندخل على هي بس الفكرة كلها ان هي بتعبل عن عادة في الماضي عادة في الايه في الماضي العادة دي ممكن تكون بتعملها او العادة انك انت ما بتعملش الحاجة دي تمام طيب ندخل بعد كده على القاعدة التانية في الجرامر في يونت ناين وهي قاعدة اف الحالة الشرطية التانية تعالوا نشوف بيقول لي اف وي النقط وهنا live in أليكزاندريا يعني في السكندرية we would go to the beach ايه بقى كلام دي تعالوا نشوف مع بعض بيقولي خد بالك بنستخدم حالة اف الشرطية التانية عشان نعبر عن حالة غير حقيقية حاجة غير حقيقية في الوقت الحاضر دلوقتي بتكلم عن موضوع غير حقيقي دلوقتي طيب الصغة هي ايه بتكتب اف بعدها على طول بتحط الجملة في زمن المرج البسيط يعني الفعل بتاعك لازم يبقى في المرج البسيط والجملة التانية هتبقى would و infinitive طيب تعالوا نشوف الحل هيبقى عامل ازاي اجي اف اهي اف وي تمام وبعد كده قلنا ايه اف وبعد كده جملة في المرج البسيط يبقى وي ايه الفعل الليف المرجي بتاعه لفد مرجي بسيط اهو اف وي لفد اين أليكزاندريا وي واكمل الجملة التانية عاجي we would go to the beach طب معناها ايه بيقول لي اف وي لفد اين أليكزاندريا يعني اف هنا جي حالة شرطية تانية حاجة غير حقيقية في الحاضر يعني ايه يعني لو كنا عايشين في السكندرية لكن احنا مش عايشين في السكندرية لو كنا عايشين في السكندرية كنا ذهبنا الى الى الشاطئ هل احنا عايشين في السكندرية لا لان دي بيقول لي حالة غير حقيقية في الوقت الحاضر يبقى احنا مش عايشين في السكندرية يبقى اف وي لفد لو كنا عايشين في اسكندرية كنا رحنا الشاطئ تعالوا نشوف الجملة التانية هنا بقى في صيغة سؤال وهنا طيب ايه دي بقى عبارة عن ايه بيقولي خد بالك صيغة الحالة الشرطية التانية مش هتختلف في الجملة عن السؤال يعني عادي وبعدها الجملة في الموضوع البسيط وبعد كده والمصدر طب اللي هيختلف هو ايه هي تركيبة السؤال تركيبة الجزء بتاع السؤال اللي هي الجزئية جي سيبك من بعد افل طب هتبقى عاملة ازاي يا مستر هنكتب اداة الاستفهام بعد كده بعد اداة الاستفهام بكتب ايه هو هنا كاتب بعد كده احط الفاعل في الحالة جي هو بعد كده احط الفاعل في صغة المصدر اللي هو الدو و جملة التانية اا اف وبعد كده جملة في صغة الموجل بسيط اف يو هاد الله طب ماني طب ما تيجي نحلها يبقى واط ادي واط اداة الاستفهام بعد كده بكتب ايه بكتب وود ادي وود وبعد كده الفاعل you what would you do if لو you had هاد هنا اللي هي احنا قلنا في اف في الحالة الشرطية التانية بعد اف بنحط جملة في الموجل البسيط عشان كده هو كاتب هاد هاد دي الموجل بتاع الفاعل هاد هاد a lot of money طب حقيقة معناها ايه مستر معناها what would you do ماذا كنت ستفعل كنت هتعمل ايه او كنت ممكن تعمل ايه if you had a lot of money لو كان معاك فلوس كتير طيب هل دي حقيقة لا هي حاجة غير حقيقية في لغة الحاضر الحقيقة ان انت معاكش فلوس كتير يبقى بيقولك كنت هتعمل ايه لو كان معاك فلوس كتير يبقى الحقيقة ان انت معاكش فلوس كتير تمام طبعا اتمنى اني ربنا يكرمكم ويبقى معاكو فلوس كتير واتحققوا كل اللي بتحلموا به كده خلصنا الريفجين بتاعة الجرامر يونت ناين لو عندكم اي سؤال ابعتولي على طول اكتبوه اكتبوه في تعليق وانا ان شاء الله اول ما شوفه هرد عليه زي برضو ما قلتلكم المراجعة دي هي مراجعة زي مراجعة ليلة الامتحان كده المفروض احنا بنبقى ام زكرين كويس القواعد كلها دي زي مراجعة تنشطية او لو في حاجة مثلا ما بكوتش فهمها قوي تفهمها معانا هنا برضو لكن حاولت حل اسئلة كتير قوي 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 يعني ما تكتفيش بالمراجعة جي لا حل اسئلة كتير على قد ما تقدر وزي ما قلتلكم اي حاجة وقفت معاك ابعتها لي على طول في تعليق وان شاء الله اول ما شوفها هرد عليها اشوفكم على خلال ان شاء الله في ريفيجن على يونت تن وسلام